خبر مهم جداً بيخص الناس للترمي قمامة أو الزبالة في الشارع محافظة القاهرة النهاردة أصدرت قرار بتجديد العقوبة على أي سيارة يتم ضبطها خلال إلقاء القمامة أو مخلفات البناء في الشارع الواء خالد عبد العيل محافظ القاهرة أصدر تعليمات للأحياء بأن أي سائق سيارة يتم ضبطها أثناء إلقاءها المخلفات بالشوارع سواء سيارة نقل أو عربية كارو بيتم التحفز فوراً على السيارة وعدم الإفراج عنها إلا بعد سداد الغرامات المقررة ده مع تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة